من فضيلة فاروق عننا سؤال ميلاد لحلقة اليوم سؤال حتى نعمل لمواقع التباصل الاجتماعي طبعاً للمشاهدين والمتابعين السؤال يقول هل أنتم مع المحافظة على العادات والتقاليد كما هي أم مواكبتها لمتطلوات العصر أكيد فيه تعليقات بس خلنا نسمع رأيك يعني أنا برأيي هناك بعض العادات يلي لازم نحافظ علي يعني فيه توازن بالموضوع أنه ما فينا كل العادات أنه خلص بطلت موجودة اليوم أنه ننصفها مثل الجيل الجديد كتير في عادات وتقاليد لازم تكون تظل موجودة ولكن أيضاً فيه متطلبات للعصر اليوم في أمور يمكن ما بيستوعبها هذا الجيل أنه كيف كانت قبل التقاليد بكافة الأمور الاجتماعية الاقتصادية بالشغل يمكن حتى طبيعة اليوم الشغلة تغيرت الأنظمية اللي تستخدم اليوم حتى بطبيعة العمل اختلفت العادات خلينا نقول اجتماعية يمكن الزواج يمكن بالارتباط يمكن فكتير هناك عادات اليوم الجيل اليوم ما بيستعوبة لكن فيه هناك أساسيات خلينا نقول يجب المحافظة عليها أنا معك بهذا الرأي أنه في عادات أصلاً هي ليه بتبقى عادة وتقاليد تبقى عادة وتقاليد لأنه أصلاً هي طلعت من الشعوب وبنفس الوقت الشعوب بعدهم عم بيليقوا سبب لحتى ممارستها إذن في عادات لما ما عادت تمارس وما عادت موجودة اندثرت وربما كمان لأنه يمكن هالعادي ما عادت ملائمة للعصر بس في عادات كمان إذا غيرتيها ما عاد بيكون عندها ما عاد بيكون إلائيمة يعني خليني أعطيكي مثل مثلاً في عادة بالأعياد عادة أنه الناس تروح تهني بعضها بالعيد استبدلوها مثلاً بالرسائل الإلكترونية في كتير ناس عندها اعتراض أنه ولو صار في عنا تكنولوجيا اليوم بتضل زيارة الناس بالمناسبات هي عادة يجب المحافظة عليها كما هي ومش تغييرها بأنه ابعت رسالة نصية وغيرها وفي عادات بنفس الوقت يمكن الشعوب لقيت أنه ما عاد في مجال لممارستها وبالتالي اندثرت وراحت يعني هالموضوع هيكي كمان يثير الجدل خلينا نقوله فيه أراء كتير مختلفة حول هذا الموضوع وفيه طبعاً متابعين كان عندهم رأي خلينا نشوف رأي بعض المتابعين يلا عباد بيقول إن لم تواكب العصر وفي نفس الوقت الحفاظ عليها من الاندثار ما الفائدة إذن يعني هون عم بيقول إنه لازم تواكب العصر وبنفس الوقت نحافظ عليها كل شيء يوجد قبل للتطور بشرط إنه ما يفقد أصالته الأساسية إما تراث ثابت أو رجع إله معناها رجعين بكل المقصات بينما هنا عم بتقول يا عهد تماماً تراثي يحكي قصة وعراقة بلد بكامله والتقاليد الباقية اللي بتخص مجتمعاً للمجتمعات لستمعها فيما يخص عدم التقدم بمدمار الثقافي والتفكير الواعي العقلاني يعني في ناس وفي فئة كبيرة من المجتمع اليوم بعدها متمسكة خلينا نقول بكتير من العادات والتقاليد اللي كانت موجودة سابقاً وما بدها تقبل التغيير صحيح ما بدها تقبل التطور مش غلط التغيير في هذه العادات بشكل يناسب أيضاً المجتمع وأساسيات المجتمع وأخلاق خلينا نقول المجتمع طارق عم بيقول لا يجب أن تخضع العادات والتقاليد للعصر بل للعقل والأخلاق حلو رأيك يا طارق كمان أم زين عم بتقول أنا دائماً ضد العادات والتقاليد وراية العالم تحاول تطور شوي لكل مقام المقال أو لكل زمان ومكان حاضر لو كل واحد ضلوا متزمد في العادات والتقاليد تبعته ما منتطور ما بتقدم خاصة أنه عادات زمان كانت مناسبة لهذاك الزمان وانتهى هذاك الزمان حلو الواحد يطور حاله من نفسه دنيا بتمشي لأقدام ما بترجع لورا وإلا مكان أكثر يعني الرأية صراحة جميل أنه أم زين في وجهة نظر أنه كل عادي وكل يمكن خلينا نقول يعني موضوع يخص المجتمع إله زمانه وإله مكانه وإله ظروفه أيضاً يعني العالم عم بيتغير عم بيتقدم التطور يلي عم بيصير بدنا نواكبه بطريقة أنه نكون كمان نحن موجودين مش نكون رجعيين لننهي بس لنقول أنه في بعض التقاليد اليوم تعتبر انتهات لحقوق الإنسان ومعادة مقبولة من مئة سنة كانت كتير مقبولة اليوم صدنا عم الناضل لحتى نتخلص منا التقاليد ممكن تضر بحياة الإنسان أو بصحته أو بحقوق المرأة وغيرها من المواضيع بقى يجب إعادة النظر مثل ما قلت بهذا الموضوع